وزير مصري يقول إن الحكومة سترفع في القريب العاجل أسعار البنزين والسولر والمزوت والغاز للمصانع الحكومة الإيطالية والنقبات تسعيان إلى اتفاق بشأن تخفضات الوظائف في فاليطاليا قبل التحالف مع طيران للتحد شركات تكنولوجيا والاتصالات تجذب المستثمرين إلى سوق السيارات الذكية بعيداً عن شركات صناعة السيارات التقليلية شهدين الكرام جولة جديدة ولقاء تجدد مع السوق أهلاً بكم أسعد الله وأقاتكم بكل الخير إلى تفاصيل هذه الجولة قال رئيس الوزراء الليبي المنتهية ولاية عبدالله الثني إن الحكومة توصلت لاتفاق مع زعيم للمحتجين الذين سيطروا على موانئ نفطية شرقية البلاد لتسليم الميناءين الباقيين وإنهاء حصار أصاب قطاع النفط بالشلل وذكرت الحكومة أنها أصبحت تسيطر الآن على ميناء راسلانوف والسدر بعدما تم التوصل لاتفاق مع إبراهيم الجدران الذي فرض حصاراً على المرافق النفطية قبل حوالي عام للمطالبة بقدر أكبر من الحكم الذاتي لإقليم برقة شرقية البلاد وقد يتيح استعادة الميناءين الرئيسيين حوالي 500 ألف برميل يومياً من النفط للتصدير وبلغ إنتاج ليبيا النفطي نحو مليون وأربعمائة ألف برميل يومياً قبل أن تتسبب موجة من الاحتجاجات والإضرابات والإغلاقات في هبوطه في إحدى المراحل إلى 150 ألف برميل يوميا ما زلنا في ليبيا إذ تراجعت العقود الآجلة لخام برينت دون 111 دولاراً للبرميل الخميس مع انحصار المخاوف بشان الإمدادات بعد أن أعلنت ليبيا انتهى أزمة النفط ولكن من المتوقع أن تحدى التوترات في العراق من تراجع الأسعار ووصل برينت خسائر الجلسة السابقة ليهبط لأقل مستوى في ثلاثة أسابيع إلى 110 دولارات و99 سنة للبرميل وهبط الخام الأمريكي الخفيف إلى 104 دولارات و15 سنة للبرميل ليسجل أيضاً أقل السعر في ثلاثة أسابيع في مصر صرح وزير التخطيط أشرف العربي بأن الحكومة على وشك أن ترفع أسعار المنتجات البترولية في القريب العاجل وأضاف أن الزيادة ستشمل أسعار البنزين والسولر والمزوت والغاز للمصانع في الوقت نفسه وليس على مراحل كي يحدث الأثر التضخمي مرة واحدة ولم يحدد العربي حجم الزيادات المتوقعة في أسعار السلع والخدمات نتيجة لزيادة أسعار الوقود لكنه أكد أن التضخم سيزيد في الفترة المقبلة وأن الحكومة تتوقع أن يكون في خانة العشرات وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن 8.2% على أساس سنوي وفقاً لأرقام حكومية نشرت في مايو آيار وأعلنت الحكومة هذا الأسبوع تخفيضات بقيمة 40 مليار جنيه في دعم الطاقة في ميزانيتها للعام المالي 2014-2015 والذي بدأ في الأول من يوليو تموز الجاري وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفية من القاهرة سيد مصطفى عبدالقادر الخبير في شؤون النفط والغاز سيد مصطفى كيف تنظر بداية إلى زيادة أسعار منتجات الطاقة في توقيت واحد وإلى أي مدى يمكن أن يحدث الأثر التضخمي المكتوب مرة واحدة كما قال وزير التخطيط سألن بحضرتك الحقيقة هو أمر وإحنا وصلنا لمرحلة أن نجد تطبيق هذه الزيادات وأنا وافق وزير التخطيط لما قاله أنه الزيادة مرة واحدة ستمنع تفرات سعرية متكررة وبالتالي سيكون تضخم السعر أقل في هذه الحالة لكن يبقى أن هذه الزيادة ربما تخطط في بعض الأحيان الثلاثين بالمئة من سعر المادة نفسها يعني على عكس مثلا ما حدث في تونس والارتفاع جاء بنسبة حوالي ستة ونصف فقط بالمئة لماذا هذه الزيادة الكبيرة مع العلم بأن علاوات الموظفين مثلا الحكومية لم تزد سوى بنسبة عشرة بالمئة والمعتادة في كل عام طيب خلينا أوضح لحضرتك وكلام حضرتك سليم إحصائيا لكن في نقطة هنا خلينا نقولها إحنا المقارنات يجب أن تكون بين دول مقاربة لنا يعني خلينا أقول حدي مثلين بسرعة الجزائر وهي دولة أقل تعداد سكاني مننا لكن هي دولة نفطية إحنا تقريبا أسعار الطاقة في الجزائر هي نفس أسعار الطاقة في مصر رغم أن هي دولة نصطية يعني هي المفروض مورد بتاعتها الأفضل مننا على مثل آخر خلينا نقول تركيا تركيا هي دولة سياحية تجارية صناعية أسعار الطاقة المحررة فيها هي سبع أبعاف تقريبا سبع أبعاف الطاقة في مصر إذن إحنا مع التعداد السكاني وطبيعة الاستخلاك النمطي لازلت الأسعار في مصر بالنسبة للطاقة هي أسعار حكومة إدر الدعم فيها موجود في خلال فترة اللي فاتت لكن بسبع الظروف الاقتصادية لم يعد متاح أن نحن نحافظ على نفس الدعم نعم بفطورة الدعم في هذا الشكل لكن المشكلة التي ستظهر هنا أنه بمجرد رفع أسعار الطاقة بطبيعة الحال خدمة النقل ستزيد أسعارها وبالتالي جميع السلع بلا استثناء ستكون عرضة لارتفاع أسعارها فوق طاقة المواطن المصري الذي يأن هو بطبيعة الحال دون هذه الزيادات وهذا هو الدور الحكومي المطلوب ودور الشعب أيضا دور الحكومي المطلوب في هذه المرحلة هي الرقابة الشديدة لأن الأسعار حتى ولو زادت المفترض ألا يقابلها زيادات سعرية عالية لأنها برضو محسوبة ونقدر نتكلم فيها بتفصيل إذا أردت حضرتك لكن في النهاية هو دور الرقابة الحكومي المطلوب تشديده على الأسواق وعلى وسائل الخدمات وبالإضافة برضو لهذا الدور الشعب يجب أن يكون له دور أنه يرفض السلعة المغالة في أسعارها بسبب جشع التجار أو جشع مقادم الخدمة نعم نشكرك شكرا جزيلا أن سيد مصطفى عبدالقادر الخبير في شؤون النفط والغاز متحدثا إلينا من القاهرة قال العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة أن الشركة ستبدأ تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البرصة والتوزيعات النقدية ابتداء من الأحد المقبل وذلك بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية وقال طارق عبدالباري أن البرصة ستقوم بخصم 6% من الربح المحقق للمستثمر الأجنبي مع كل عملية تحت حساب الضريبة أما بالنسبة للمستثمر المصري فستسجل أرباحه المحققة ويتم إرسالها لمصلحة الضرائب وهي من ستقوم بالتحصيل إلى ذلك ارتفعت مؤشرات البرصة في نهاية تدولة الأسبوع وربح رأس مالها السوقي ما يزيد على 4.3 مليار جنيه بدعم من المشتريات المؤسسات المصرية والأفراد الأجنب نجح المؤشر العام لسوق دبي المالي في مواصلة ارتفاعاته وسط سارع ملحوظ لوتيرة السيولة وعزز من صعود المؤشر ارتفاعات العقار والبنوك والذي جاء مدعوما بعودة الهدوء لتداولات ساهم أرابتك بينما فشل المؤشر العام لسوق أبوظبي في مواصلة ارتفاعاته القوية لينهي تعاملاته متراجعا وسط جلسة من التذبذب بين الصعود والهبوط بسبب عمليات جني أرباح والتي كانت السبب أيضا في هبوط مؤشر البرصة القطرية حيث انخفض بنسبة طفيفة فيما عدل المؤشر السعودي من مساره نحو الهبوط وصاعد في نهاية التداولات بنسبة طفيفة جدا إلى لبنان حيث استقبل اللبنانيون شهر رمضان المبارك بمشاعر مختلطة من البهجة بالشهر الكريم والخوف من وقع التوترات السياسية والأمنية استقرت أسعار معظم السلع باستثناء بعضها لكن ذلك لم يمنع اللبنانيين من الاستعداد بالأمال والزينات بين شهر رمضان وبيروت تاريخ عميق هذه المدينة استقبلت هذا العام بكل جوارحها ضيفها رغم المحن والصعوبات وخير دليل على ذلك التحضيرات اللازمة في الأسواق والزينا واللافتات وإن بدت هذه المظاهر خجولة استقبلنا بالصلاة والدعاء والأمن للبلد والله يعمل السلام على كل البلد كيف استقبلتوا شهر رمضان؟ بالأهلة والسهلة هي أهلة وسهلة في رمضان ارتفاع أسعار المواد الغذائية أصبح عرفا لدى البعض في شهر رمضان أما البعض الآخر فأبقى عليها نظرا للأوضاع في حين يبقى المواطن اللبناني أسير التفكير في كيفية توفير متطلبات المعيشة لأسرته ومستنزمات الإفطار الحمد لله نحن متكلين على الله جماعة مؤمنين وقدريين يعني عارفين أن ربنا سبحانه وتعالى أكرم من كل الناس الحمد لله بالنسبة للسياسيين الله يسامحهم بكل التفاصيل السوء الحمد لله منيح والأقبال منيح يعني والشغل كتر خير الله بخير منيح الحمد لله الله سعير البعض عم يبتغل على حسابهم بس أني ما غلوا شي أني ما غلوا شي بعض أسعاره نيزت عن هذه كالسنة أجواء رمضان التي اقتصرت على الجلسات العائلية بسبب المخاوف الأمنية لقطها الأوضاع الاقتصادية البائسة التي حالت أيضا دون عيش اللبنانيين لصيامهم كما اعتادوا حل الشهر الفضيل حاملا معه أمان اللبنانيين بالسلام في وطن بات الأمن فيه يهدد اقتصاده بالانهيار في كل لحظة من بيروت فانيسا متى السوق قال وزير النقل الإيطالي ماوريتسيو لابي إن حكومته تسعى للتوصل إلى اتفاق مع نقابات العمال بشأن الوظائف في شركة الطيران المثقلة بالديون الإيطاليا بنهاية الأسبوع القادم وتطالب الاتحاد للطيران التي مقرها أبو ظبي بتخفيضات في وظائف أليتاليا التي يعمل بها نحو 14 ألف موظف كشرط لاستثمارها المزمع لإعادة أليتاليا إلى الأرباح بعدما تلقت حزبة إنقاذ ب 682 مليون دولار دبرتها الحكومة الإيطالية العام الماضي كانت الاتحاد الإماراتية قالت إنها تفقت من حيث المبدأ على شراء 49% في أليتاليا التي حققت ربحا سنويا مرات قليلة فقط على مدى 68 عاما منذ بدء تشغيلها جولتنا متواصلة معكم مشاهدين الكرام وفي هذه الجولة نتابع في معرض للتمور بالهند إقبال كبير على التمور ذات الجودة العالية من الشرق الأوسط خاصة من السعودية أهلا بكم من جديد في السوق وإلى هذه الجولة اليومية المعتادة في الأسواق الأوروبية واليوم بصحبات محمود فودا صعدت الأسهم الأوروبية بعد بيانات إيجابية لقطاع الخدمات في أوروبا واستترقب من المستثمرين لنتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي لشهر تموز يوليو وبيانات الوظائف الأمريكية خلال شهر يونيو حزيران وأظهرت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات تراجع واتيرة نمو القطاع الخدمي بمنطقة اليورو خلال يونيو حزيران إلى 52.8 دون تغيير عن القراءة الأولية وأدنى من 53.2 لقراءة مايو آيار وفي ألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة أظهرت القراءة النهائية تراجع واتيرة النمو إلى 54 وهي أسوأ من القراءة الأولية التي سجلت 54.8 وكان الاقتصاد الألماني قد حقق نموا في الربع الأول بنسبة 0.8% وهو الأفضل في ثلاثة أعوام وفي فرنسا ثاني أكبر اقتصادات المنطقة أظهرت القراءة النهائية انكماش القطاع الخدمي إلى 48.2 من 49.1 في مايو آيار وفي بريطانيا أظهرت البيانات تراجع واتيرة نمو القطاع الخدمي لأدنى من التوقعات في يونيو حزيران مسجلا 57.7 من 58.1 للقراءة السابقة وبالنسبة لمؤشرات الأسهم فقد ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.4% وحقق المؤشر ارتفاعا بنسبة 2.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري ضمن أطول سلسلة مكاسب فصلية على التوالي منذ مارس آذار 2010 وصعد مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.4% ومؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.45% وزاد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.35% وفينانشال تايمز البريطاني بنحو 0.35% إلى البرصات الأسيوية حيث شهدت الأسهم الأسيوية حالة من التذفذب بين الربح والخسائر وذلك قبل إعلان رئيس المتحدة عن تقرير الوظائف الحكومي أغلق مؤشر نيكيل ياباني على انخفاض بنسبة 0.14% فيما أغلق مؤشر شانجهاي الصيني على ارتفاع بنسبة 0.10% وانخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.21% قالت شركة روش هولدينج اي جي إنها ستدفع نحو مليار وسبعمائة وخمسة وعشرين مليون دولار لشراء سيراجن الأمريكية للمستحضرات الطبية وتركز سيراجن على تطوير جيل جديد من الأدوية التي تأخذ عن طريق الفم التي تعتقد أنها تقدم وسيلة متطورة لحالات سرطان الثدي وغيرها من أنواع السرطانات التي تتجاوب مع العلاج الهرموني وتسيطر روش منذ فترة طويلة على علاجات سرطان الثدي وحصلت مؤخرا على موافقة على عقارين لعلاج المرضى الذين تحتوي الخلايا السرطانية لديهم على كميات متزايدة من البروتين المعروف باسم HER2 تقتحم شركات التكنولوجيا الذكية عالم السيارات لتقديم خدمات كانت في الأمس القريب مستحيلة ففي حين تخطط جوجل لتطوير برنامج للسيارات بتكامل مع نظام تشغيل أندرويد تقدم أبل لتطبيق CarPlay الذي يسمح بالنفاذ إلى جميع خدمات هاتف آيفون في السيارة لتدخل مجموع هذه الشركات المنافسة في عالم السيارات الذي سيصبح عالما عجيبا باكتشافاتهم التقنية الجديدة قد تكون شركات التكنولوجيا والاتصالات أكبر الفائزين في سوق السيارات الذكية أو المتصلة بالشبكة مما سيجلب المستثمرين بعيدا عن شركات صناعة السيارات التقليدية وتعمل شركات شتى منها مصنع الرقائق وعملقة التكنولوجيا مثل إنفينيون وجوجل في مجال تطوير السريع واختبارات السيارات الذكية ذاتية القيادة أو تلك التي تسمح للسائق باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول من خلال لوحة العددات ويتبنى عدد من صناع السيارات ذلك الاتجاه حيث تعمل نيسان موتور وفولكسفاجن وأودي وتيوتا موتور مع شركات التكنولوجيا لاختبار تقنيات السيارة ذاتية القيادة ويقول محللون إن المستفيد الأكبر سيكون شركات التكنولوجيا والاتصالات وأن على المستثمرين أن يشتروا في المدى الطويل أسماء مثل مايكروسوفت أو انفينيون وليس بيديو ورينو وإذا نمت السوق الجديد إلى 50 مليار دولار كما يتوقع بنك بي أن بي بريب الفرنسي فستعدل نحو نصف حجم إرادات بي ام دابلو الألمانية لصناعة السيارات في العام الماضي وقد يستغرق الأمر بضع سنوات قبل أن يسير مثل هذا النوع من السيارات في الطرقات لكن جوجل أحدثت هدى في قطاع بالفعل عندما قالت أن أول سيارة تعمل باستخدام برنامجها أندرويد أوتو وهو تطبيق يعمل بالأوامر الصوتية يسمح للصائق بتصفح الخرائط وإرسال الرسائل من خلف عجلة القيادة ستطرح في صلاة العرض في وقت لاحق هذا العام ودخلت أبل أستبقى أيضا بمنتجها الجديد كار بلاي الذي يتكامل مع وظائف هاتف آيفون ويسمح للصائق باستخدام التطبيقات مباشرة من خلال لوحة العددات وبحسب إحصاءات لا تزيد نسبة السيارات المتصلة بالشبكة اليوم على حوالي 10% لكن من المتوقع أن يزيد الرقم إلى 90% بحلول 2020 ومن المتوقع نمو سوق خدمات السيارات المتصلة بالشبكة نحو 30% سنويا حتى 2020 أقيم بمدينة كوزي كود الهندية معرض للتمور الشرقية المعرض الذي يتزامن مع شهر رمضان الكريم شهد إقبالا كبيرا من المواطنين الذين تهافتوا على شراء أفضل الأنواع وخاصة التمر السعودي المعروف بجودته العالية لاقت التمور المستوردة من الشرق الأوسط إقبالا كبيرا من المشترين خلال معرض بجنوب الهند واشتد الإقبال خلال المعرض بصفة خاصة على أنواع التمر السعودي المعروف بجودته العالية وتراوحت أسعار التمر بين 80 و 4200 روبيا للكيلو جرام حسب النوع والجودة خلال المعرض بمدينة كوزي كود في ولاية كيرالا ويحرص معظم المسلمين في أنحاء العالم على أن يبدأ الإفطار في شهر رمضان بالتمر اقتداءا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وللتمر أولوية خاصة في قائمة السلع التي يقبل المسلمون على شرائها في شهر رمضان هذا معرض للتمر وأهمية التمر في رمضان ترجع إلى أنه يؤكل في الإفطار التمر مذكور في أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم رأيت أنواعا مختلفة من التمور في المعرض من السعودية وعمان ومسقط والإمارات والجزائر وبلاد أخرى ويقول خبراء التغذية أن التمر هو أكثر أنواع الفواكه احتواء على السكريات وإنه غني بالعديد من الأملاح والمعادن والمكونات الضرورية لجسم الإنسان ورغم الارتفاع الكبير في أسعار بعض الأصناف يقول التجار في السوق إن الإقبال كبير من الزبائن ويضم المعرض أنواعا من المخبوزات والفطائر التي استخدم فيها التمر وحل شهر رمضان هذا العام قبل موسم جمع التمور الذي يبدأ في آخر فصل الصيف لكن المنتجين يقولون إن التمور خزنت بطرق خاصة لحفظها في أفضل جودة يعاني الاقتصاد الأفغاني هذه الأيام حالة من التراجع نتيجة للأوضاع السياسية المتأزمة بسبب إرجاء إعلان الفائز في الانتخابات الرئاسية ويرى الموحللون أن حالة الجمود السياسي زادت من تكاليف المعيشة ومن نسبة البطالة بعد إغلاق الكثير من المصانع والشركات بعد هروب المستثمرين أدى إرجاء إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية لعدة أيام بسبب اتهامات بعمليات تزوير إلى حالة من عدم اليقين السياسي مما أثر بالسلب على نتائج الشركات الأفغانية التي شهدت انخفاضا في الأرباح هذه النتيجة غير المؤكدة للانتخابات وضعت الشعب في الظلام الناس أصبحوا قلقين بشأن مستقبلهم تكاليف المعيشة زادت والبطالة زادت نحو 20 إلى 25 مصنعا تم إغلاقهم في كابل لأنه ليس هناك إنتاج ولا أسواق للبيع ويضيف حاج حسن الذي ينتج مصنعه عصير المانغو أن أصحاب الأعمال التجارية يشعرون بقلق متزايد حول حالة البلاد الغالبية العظمى من رجال الأعمال الأفغان قلقون بشأن استثماراتهم وبعضهم يأخذ استثماراته لخارج البلاد لأنهم ليسوا واثقين من مستقبل هذا البلد الجمود السياسي المستمر خلق نوعا من التوتر والقلق بين الناس المحللون الاقتصاديون من جانبهم يرون أن استمرار الجمود السياسي في البلاد سيدفع المستثمرين الأجانب إلى الانسحاب منها هناك احتمال أن يقلل المجتمع الدولي والمانحون من دعمهم لأفغانستان ووقتها سوف تدخل البلاد في أزمة مالية ولن تكون قادرة على تحمل هذا الوضع أفغانستان سوف لا تعود إلى الحياة العادية لعدة عقود ويعتمد الاقتصاد الأفغاني اعتمادا كبيرا على المساعدات الخارجية والعائدات من بيع الأفيون التي تعد أكبر منتج له في العالم وإذا كان هذا خال المستثمرين ورجال الأعمال فإن معاناة المواطنين العاديين والباعة في الأسواق أكثر تأثرا ففي أحد أسواق كابل يقول الباعة إنهم يكافحون من أجل الحصول على لقمة العيش حركة البيع في الخفاض نحن حقا نعاني من هذا الوضع مطلبنا الوحيد من الحكومة ولجنة الانتخابات هو إعلان النتيجة للخروج من هذا الموقف وينتظر الأفغان الاحتفال بأول انتقال ديمقراطي للسلطة في تاريخ أفغانستان وهي خطوة حاسمة نحو الاستقرار حيث تتزامن مع استعداد حلف شمال الأطلسي لسحب الجزء الأكبر من قواته بحلول نهاية العام بعد مرود أكثر من نصف قرن على أول رحلة بشرية في الفضاء يقوم الروبوت صغير بقفزة عملاقة هو الآخر الروبوت يتحدث ويصدر الردود فعل معينة ويرى العلماء أن هذا الروبوت الفضائي خطوة دجاه تحقيق ثورة شاملة في مجال الاتصالات في أغسطس الماضي أصبح الروبوت الصغير كروبو أول إنسان ألي شبيه بالبشر يسهل الفضاء وصل هذا الروبوت الفضائي الصغير إلى محطة الفضاء الدولية على متن ساروخ ياباني حيث أصبح رفيقا لقائد محطة الفضاء كويتشي كواكاتا الذي قضى ستة أشهر في المحطة الفضائية صباح الخير لجميع سكان كوكب الأرض أنا كروبو الروبوت الفضائي أول روبوت فضائي في العالم يمكنه التحدث تشرفنا ودل ميراتا توأم كروبو على الأرض ليعمل كمتحدث باسم مشروع روبوت كيبو والمشروع مشترك بين شركة الإعلانات دينسو وشركة ستيراتيوتا ومبتاك الروبوتات توموتاكا تكاهاشي في جامعة مركز أبحاث توكيو للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة واستغرق الأمر أكثر من 9 أشهر وعشرات من الاختبارات للتأكد من أن الروبوت سوف يعمل على أكمل واجه في الفضاء ويصل توركي روبو وميراتا 34 سنتيمترا وعرضهما 18 سنتيمترا ويبلغ وزنهما أقل من كيلو جرام واحد وحتى الآن لا يتحدثان سوى اليابانية وتستطيع الروبوتات الفضائية التعرف على الأصوات البشرية والتحدث ولها ردود أفعال مبرمجة مسبقا وحركات ميكانيكية ردا على الأسئلة في حين أنها يمكن أن تخلق أيضا استجابات لفظية على أساس محادثات سابقة عند التواصل بين البشر يتولد شعور بالتعاطف بينهم وسيكون هناك مردود وأعتقد أن كويتشي وكاتا رائد الفضاء الياباني يشاركني في الرأي أيضا وأنا مفعم بالأمل في أن الروبوت سوف يستطيع التواصل بشكل جيد ولا يزال يجري العمل على الروبوتات من أجل تحسين معطن الخلل في بعض ردود أفعالها والصمت المحرج أحيانا عندما لا تفهم ما يقال ولكن يقول البعض إن هذا قد يحدث أحيانا بين البشر كل يوم يحمل لنا العلم الجديد نعم وليتنا نسعد بهذا الجديد ويصل إلينا هذا ما نتمنى مشاهدين الكرام وصلنا إلى نقطة الختام بقي أن نذكركم بأهم عنويني هذه الجولة وزير المصري يقول إن الحكومة سترفع في القريب العاجل أسعار البنزين والسولر والمازوت والغاز للمصانع الحكومة الإيطالية والنقابات تسعيان إلى اتفاق بشأن تخفيضات الوظائف في الأقل تاريا قبل التحالف مع طيران للتحاد شركات تكنولوجيا والاتصالات تجذب المستثمرين إلى سوق السيارات الذكية بعيدا عن شركات صناعة السيارات التقليدية ترجمة نانسي قنقر